ولا تقربو الزنا لا تحدث إنتمعها الله يعني لا تحدث إنتمعها لماذا؟ لأنه من المجلسة التي تحدث لأنه من القضاء التي تحدث قصة حقيقية وقد ذكرت في صحيفة من الصحف العربية ولن أذكر اسمها نشر القصة صاحب القصة بنفسه وطلب من الصحيفة ألا تنشر اسمها ولكن فقط أراد من الناس أن يعتبروا به يقول صاحب القصة كنت في الجامعة وككثير من الشباب لدي علاقات مع الفتيات مرة من المرات تعرفت على بنت وكونت معها علاقة كاملة غير شرعية وظللت هكذا لفترة حتى أنها حملت مني فلما اكتشف أهلها الأمر وأخبرتهم الفتاة عني جاءني أخوها يتهجم علي فقلت له أنا لا أعرف هذه البنت أنظر من أين أتت بهذا الحم وتركته وذهبت ولأنهم لا يملكون ضدي أي شيء تركوني نسيت أنا الأمر بعد سنوات دخلت المنزل ذات مرة فإذا أمي على الأرض مغشي عليها أحاول أن أوقظها فإذا استيقظت صرخت ثم أغمي عليها مرة أخرى أوقظها مرة ثانية تصرخ وتسقط ثلاث مرات حتى قلت لها أمي ما الذي حدث تصرخ تقول أختك قلت ما بها أختي قالت إنها حامل من ابن الجيران ذهبت إلى ابن الجيران هذا وامسكته ولما بدأت بالتحجم عليه قال كلمة كانت كالسهم الذي اخترق وسط قلبي تدروا ماذا قال قال لي أنا لا أعرف أختك اذهب وانظر من أين أتت بهذا الحمل سبحان الله بالضبط نفس العبارة التي قلتها أنا لأهل البنت الجامعية والجزاء من جنس العلم ما انتهت القصة يقول تجرعت آلاما نفسية شديدة ثم بعد سنوات قررت أن أتزوج بعد الخطوبة وعقد القرام تجهزنا للزفاف في يوم الزفاف أتفاجأ أن عروستي كانت زانية من قبل وهي تقول لي أستر علي سترك الله فقلت في نفسي خلاص يا ربي يكفي يكفي ما أنا فيه يكفي يكفي عقوب يقول فتجرعت الضربة الثانية وبلعت هذه الغصة بصعوبة وقضيت معها سنوات سنوات وأنجبت منها طفلة كأنها القمر فلما بلغت ست سنوات جاءت البنت تبكي من الشارع ماذاذي حدث؟ اغتصبها حارس العمارة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ويمكرون ويمكروا الله والله خير ما كريم سبحان الله يغلق من الهفافة ومجرد من القرآ يأتي إلى البرفة محمد صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ائذني بالزنا اعط personal to commit fornication أرجوك ترى هذه المشكورة من خلال صلى الله عليه وسلم The sahaba were angry فَزَجَرُوا They were angry at his قمت Asking the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم to give him permission to commit zina, fornication And look at the greatest teacher ever Muhammad صلى الله عليه وسلم He brought him forward He said sit seriously jadi محمد صلى الله عليه وسلم comes to this young man and he said to him after he brought him close he said would you like that your mother commits adultery he said would you like that your mother commits adultery he said no I would not want my mother to commit adultery I would give myself up for you رجل مجرم الله رأل هل لا تحب بها على اللحة؟ قال لا يا رسول الله تذكر بها سواء اخاي ولم تحب أن نعود سواء? قال لا يا رسول الله قال أنه لا عليه تعالى فقط أخي الكريم أختي الكريمة لا تقل من هذا كثير على هذا العاصي لا تلك البنت الجامعي التي بدأ بها في أول قصة كان لها أخ فجع بها فجعل الله له جزاء بأخته نعم وسيكون لها زوج يصعق بها فابتلاه الله بزوجته وكان لها أب تقطع قلبه عليها فابتلاه الله بابنته والجزاء من جنس العمل فعليه أن يتحمل عاقبة فعله وأما من لم يكن له ذنب فيما حصر له في القصة فهذه ابتلاءات يرفع الله بها عباده ويكفر عن سيئاته أخواني أخواتي ربنا سبحانه غيور غيور على حرماته سبحانه وينتقم لها جل في علاه فانتبه أسأل الله تعالى أن يسر عوراتنا وأن يؤمن روااتنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر